نبتدي بقى دلوقتي احنا خلصنا موضوع البرج مش موضوع البرج طبعا موضوع البرجين برج الضغط الجوي العادي وبرج الضغط الجوي المنخفض هنقل على حاجة رائعي ظريفة جدا ايه يا رقا عملية الفصل احنا فصلنا الريدي البترول بي لتقطير التجزيق بس زي ما احنا اتكلمنا في البرج قبل كده في البرج بيطلع لي وبيطلع لي وبعد كده بيطلع لي طيب انا الزيوت اللي انا عايز اخدها عايز ابتدي انقيها ابتدي انقي الزيت لان الزيت عبارة عن ميكشر من زيوت كتير فالزيوت عندي شوفوا زي ما يتكونها الزيت طبعا اللي بيطلع او عبارة عن زيوت تزيت ادي واحد معا مواد بارفانية اه مراكبات فيها سينجل بوند مواد اسفلتية يعني المولكري بتاعها عالي جدا وبالغالب اروماتية و مراكبات اروماتية بسيطة زي الفينولك كومباوند اللي هو دون فهنا انا استقرص الله طبعا انا كل هم يا جماعة لنحصل على الزيت ده انا والعايز ده والعايز ده والعايز ده والعايز ده يبقى اعمل ايه؟ ابتدي اتخلص من الثلاثة دول اتخلص منهم ازاي؟ اتخلص الاول من البروبان او المواد اللي هي المشبعة اتخلص منها بايه؟ بسولفنت ولازم نحط في دماغنا قاعدة بمعنى ان المادة المادة القطبية تحب السائل القطبي والمادة الغير قطبية لا تحب السائل القطبي طيب يعني معنى الكلام ده ان البواد البروبانية ابتدي اقشلها بسائل غير قطبي عشان الهايدروكاربون ده غير قطبي طيب المواد ده اسفلتية نفس الكلام لما انا باستخدم سولفنت هنا دي تقيلة زي عندك بالضبط شوية شاي ومية الشاي تقيل تيجي الشاي فوق سطح المية تعمل ايه؟ تقلبي الشاي كتير عشان التفلي بتيدي يترصب لك كله فين؟ في القاع هو ترصب في القاع ليه؟ بيحبش المية؟ لا بيحب المية بذليل ان هو ده في المية بس ده قد الجزء في الشاي الجزء التقيل فجزء التقيل يترصب اسفل فين؟ البرق بعد كده الحاجات التي تخلص بيها بالسوائل هي مراكبات البرفانية والمراكبات العروماتية يعني معنى الكلام ده ان في عملية الفصل احنا استخدمنا هنا ايه؟ موزيبات استخدمنا موزيبات طب لو قدر الله الموزيبات مش نفهم انا مش عفف افصل يبقى ما عنديش غير حل التالت اللي هو عملية الايه؟ التبريد العملية التبريد عملية مهمة بس للأسف مكلفة مكلفة لي بقى ان في التقنية دي احنا بنستخدم خلي بالنابقى التقنية دي غالية فبنستخدم فيها لفصل الغازات والسوائل كلمة تبريد يعني تبريد انا بقرب جزاءات لبعض بخليها زي السائل عارفين زي ايه بالزبط؟ البتجاز بتاع البيت اللي عندنا او الغاز الطبيعي مش دعوا برا عن غاز بس اي حد فينا يمسك الانبوبة بتاعت البتجاز يرجعها هل هيها بتترجي معاه؟ الله هو غاز ولا سائل؟ لا هو غاز بس الغاز جزائياته بعيدة عن بعض كده لم تيجي ابتدي ابرده اقرب جزائيات لبعضها كده لما اقرب جزائيات لبعضها اصبح سائل لما الجزائيات تركب على بعض بالطريقة دي اصبحت صلب صعب جدا اوصل من هنا بس سهل جدا اوصل من هنا لهنا بالتبريد لانها اقرب جزائيات لبعض وسهل اتحول من هنا ل هنا بالتسخين او من هنا ل هنا بالتسخين دي نقطة مهمة دي نقطة فيزيائية مهمة في كميا طبعا فنوة التبريد هو بيقرب تقريب جزائيات لبعضها وتحولها لإيه؟ لسائل طبعا كل جزائي كل مركب يحصلوا عاملية تبريد التبريد ده المنطقة دي عشان يوصل لها لها درجة حرارة معينة ممكن مينس سبعين زي النتروجين ممكن مياس 48 ممكن مينس 20 وحكذا كل مركب ربنا خلقوا ليه؟ درجة التبريد فماجد هنا هو ان الغاز والسوائل يشوفوا الميسان يبرد عند كان مينس 62 مينس 62 الإيسان مينس 88.5 البروبان مينس 42 يعني ايه؟ يبقى سائلة هنبرده ده غاز هنتبقى من C1 C4 غاز او 1 2 3 طيب هنا هو في المركبات التانية اللي هي الايزوبيوتان والبيوتان والبنتان ده نهاية الغازات شوفوا الايزوبيوتان كم ناقص كم 12 البيوتان العادي اللي هنستخدمه في البتوغاز 0 البنتان زائد 36 ودي نعمة ان البيوتان اللي هنستخدمه عن درجة حرارة 0 عشان كده اكبر غلطة لو احنا استخدمنا بيوت البيوتوغاز وحطناها تحت لهب او درجة حرارة عالية بتخلي السفر بتاعي او درجة حرارة الغرفة بينزل بيعلي درجة حرارة السفر دي لو عالي درجة حرارة السفر دي يبتدي السائل يتحول يبقى غاز الغاز عايز يخرب والانبوبة كات مع نفسه يحصل لانفجار فعشان كده اهم حاجة عندنا عملية التبريد للغازات احنا كده هنقف في عملية الفصل وسواء كان بالتبريد او بالموزيبات او اول مرة بالتقطير التجزيئي وهنتكلم المرة جاية على جزئية مهمة جدا وتكسب فلوس حلوة قوي اللي هي عملية التحويل شكرا جماعة وإلى اللقاء الحلقة الجاية